اعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث اعدادي اهلا وسهلا بكم في قناة مدرستنا مع مادة العلوم تحت اشراف ورعاية وزنة التربية والتعليم في حلقة النهاردة هنتكلم عن العجلة اللي هو احنا زي ما وعدناكم احنا هنكمل الدرس الثاني ومسائل الدرس الثاني اللي هي المسائل عن العجلة والدرس الثالث اللي هو الكميات الفيزيائية القياسية والمتجا وتعالوا نبتدي الدرس بتاعنا النهاردة زي ما وعدناكم احنا قلنا هنكمل الدرس الثاني اللي هو بيتكلم عن التمسيل البياني لحركة المنتظمة والعجلة فإحنا اللي قلنا العجلة دي عشان أحسب العجلة عندي قالون العجلة بساوي التغير في السرعة مقسوما على الفترة الزمنية ولو حبيت أحسب التغير في السرعة هيساوي العجلة في الفترة الزمنية ولو حبيت أحسب الفترة الزمنية هتبقى التغير في السرعة على العجلة ولكن في بعض الملاحظات المهمة لازم الطلبة ياخدوا بالهم منها وهم بيحل المسائل زي أين؟ عند حل مسائل العجلة إذا وجدت في المسألة هذه العبارات حولها إلى ما يقابلها كما يعني يعني مثلا في السؤال قالك تحرك جسم من السكون فكلمة من السكون معناها أن السرعة تحرك من السكون فكلمة السكون معناها أنه أنت تكتب أو تفهم أن السرعة الابتدائية تساوي سفر طب إذا كتب لي في المسألة ضغط على الفرامل إلى أن توقف كلمة توقف ده أفهم منه فورا أنه السرعة النهائية تساوي سفر وأجي أعوض عنها في القانون اللي هو بتاع العجلة يساوي عين 2-1 على الزمن فيبقى نتفق مع بعض لو كتب لي في المسألة تحرك من السكون أعمل عين 1 بيه بسفر إنما قال لي ضغط على الفرامل إلى أن توقف ده معناه أنه السرعة النهائية نعوض عنها بسفر أو تحرك بعجلة تناقصية يا تناقص يا عجلة تناقصية فورا أجي على العجلة دي وحطها بالسالم يعني هم يمكن يقول لي تناقصها بمقدار 2 متر لكل ثانية تربية أجي أعوض هنا في القانون أنه دي بنائس 2 معايا طيب نيجي ناخد أهم المصطلحات في الدرس ده بيقول لي ما يستخدمه الفيزيائيين لوصف الظواهر الفيزيائية والتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية إيه الشي اللي بيستخدمه الفيزيائيين لوصف الظواهر والتنبؤ بالعلاقات بيستخدم إيه؟ بيستخدمه الجداول والرسوم البياني خارق قسمة المسافة على الزمن ده بيساوي إيه؟ بيساوي السرعة المعدل الزمني في التغير في السرعة المعدل الزمني يعني كأنه قصد يقول لك السرعة قسم الزمن التغير في السرعة قسم الزمن ده بيساوي إيه؟ العجلة يبقى المعدل الزمني في التغير في السرعة ده مفهوم إيه؟ العجلة واحدة قياس العجلة قلنا واحدة قياس العجلة هي متر لكل سنية تربيع أو كيلو متر لكل ساعة تربيع نوع العجلة عندما تكون السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية فاللحظة دي السرعة بتتزايد يبقى دي اسمها عجلة تزايدية أما نوع العجلة عندما تكون السرعة النهائية أقل من الابتدائية ده معناه أن هي عجلة تناقصية نوع العجلة عندما تكون السرعة منتظمة طالما السرعة منتظمة يبقى دي عجلة صفرية يعني العجلة تساوي صفر ما فيش عجلة لأنه ما فيش تغير في السرعة عندنا هنا مسائل من بنك المعرفة قلنا بنك المعرفة برضو ده مصدر كبير قوي للمعلومات والأنشطة التفاعلية فتعالوا كده نبص على بعض الأسئلة اللي موجودة فيها بقولي أكمل ما يلي يمكن تعيين مقدار العجلة التي يتحرك بها الجسم بمعلومية مين ومين أنا عشان أعرف العجلة لازم يبقى عندي حاجتين أعرفهم إيه وإيه التغير في السرعة والزمن في العلاقة البيانية مسافة زمن للحركة المنتظمة يمثلها خط إيه لو بصينا كده وفكرنا بعض بالحطة دي ثانية واحدة كده قلنا قال لي في العلاقة مسافة زمن للحركة المنتظمة احنا قلنا طالما كتب لي حركة منتظمة دي لها إيه وقال لي العلاقة ما بين الزمن والمسافة عبارة عن إيه خط مستقيم يمر بنقطة الأصل يبقى هنكتب هنا يمثلها إيه خط مستقيم يمر بنقطة الأصل السؤال اللي بعده بقول لي عندما يتحرك الجسم بعجلة تناقصية فإن سرعته إيه أصغر من سرعته إيه هنعرفين الجسم عنده سرعة ابتدائية وسرعة نهاية العجلة تتناقص يعني أكيد كان سرعته الأولى عالية جدا والسرعته في النهاية بقت صغيرة يبقى سرعته مين أصغر من السرعة هتبقى النهائية أصغر من السرعة الابتدائية بيقول لي هنا في الأشكال البيادية التالية اللي قدامنا عايزين نعرف الشكل الذي يمثل حركة جسم بعجلة متزايدة منتظمة تزايدية يعني عجلة تزايدية وكمان عايزين الشكل الذي يمثل حركة جسم بعجلة منتظمة بس تناقصية وكمان عجلة صفرية يعني احنا عندنا كذا شكل مين فيهم العجلة التزايدية احنا قلنا شرط أساس عشان يبقى عجلة تزايدية لازم الرسمة تبقى ما بين السرعة والزمن يبقى نبص كده مع بعض الشكل به هو اللي بيمثل إيه العجلة الموجبة أو التزايدية اللي احنا بنعوض عنها بالموجبة السؤال الثاني بيقول لي الشكل الذي يمثل حركة جسم بعجلة تناقصية اللي بيمثل الحركة التناقصية أو العجلة التناقصية هيبقى الشكل إيه؟ الشكل ألف بعد كده طلب مني الشكل الذي يمثل حركة بعجلة صفرية يعني ما فيش تغير في السرعة يبقى هيبقى الشكل مين؟ برافو هيبقى الشكل جيم في جيم السرعة ثابتة ما بيحدثش فيها أي تغير في السؤال ده بيقول لي صف الحركة في الأشكال الآتية عشان نحل السؤال ده تعالوا نطلع كده مع بعض على البورد ونحلوا مع بعض تعالوا نبص كده مع بعض على الأسئلة قولنا السؤال ده صف الحركة في الأشكال الآتية الشكل ده مديني رسم البياني ما بين الإزاحة والزمن الإزاحة زي المسافة دلوقتي بيقول لي ايه العلاقة دي صف الحركة هل هي سرعة منتظمة او غير منتظمة ولا عجل طبعا احنا اخدنا في الدرس الاول خالص انه لما تبقى الازاحة بالشكل لخط المستقيم موازي للزمن ده معناه انه ما فيش توير في الازاحة يبقى ده معناه الجسم في حالة سكون حالة ايه سكون طبعا الرسمة التانية جايب لي ما بين الازاحة او يعني المسافة والزمن رسم لي خط مستقيم يمر بنقطة الاصل فطالما هو خط مستقيم يمر بنقطة الاصل والعلاقة ما بين المسافة والزمن يبديه سرعة منتظمة طبعا الرسمة التانية ما بين المسافة والزمن وخط منحني طالما هي خط منحني وبيربط بين المسافة والزمن يبه هي سرعة بس غير منتظمة طب الرسم اللي قدامي عمل لي السرعة العلاقة ما بين السرعة والزمن وعمل هالي خط موازي لمحور الزمن يبقى دي برضو سرعة ايه سرعة منتظمة او سرعة سابتة هي سابتة هي بنفس المعنى سرعة ايه منتظمة تعالي نشوف سؤال تاني يقولي هنا مسائل على العجلة في السؤال ده بقولي احسب مقدار العجلة التي تتحرك بها السيارة في خط المستقيم اذا تغيرت سرعتها من 8 متر لكل سنية الى 16 متر لكل سنية خلال 4 سوان زي ما احنا قلنا قبل كده اي مسألة يعني مسألة على العجلة او مسألة لحساب السرعة اي مسألة كانت اشوف اول حاجة عاوز مني ايه عايز مني العجلة يبقى اكتب قانون العجلة وبعد ما اكتب قانون العجلة اشوف المعطيات اللي الديهاني الداني السرعة 8 متر لكل سنية بعد كده اصبحت 16 متر لكل سنية من هنا بفهم ان الحركة دي دي عين واحد دي عين اثنين وده الزمن يعني مجرد ان انا ببص على القانون بتاعي العجلة وبعد كده بشوف الداتا او المعطيات اللي الديهاني 8 متر لكل سنية او 16 متر لكل سنية دي بتعبر عن ايه والزمن وبعد كده بس بكتب القانون العجلة تساوي السرعة التانية اللي هي النهائية ناقص السرعة الاولى على الزمن هتساوي ايه التانية 16 متر لكل سنية ناقص ايه التمانية متر لكل سنية على الزمن 4 هتبقى 8 على 4 هتساوي ايه 8 على 4 فيها 2 متر لكل سنية تربية وبكده حسبنا العجلة نقص عليها كده بشكل اوضح زي ما احنا حسبناها دلوقتي نشوف مسألة التانية بيقولي هنا متى تتساوى دا سؤال متى تتساوى مقدار العجلة اللي يتحرك بها الجسم مع التغير في السرعة دا السؤال بتاعي الاجابة بيقول عندما يكون زمن التغير يساوي واحد ثانية او واحد ساعة اي واحدة الزمن طب اعنا مش فاهمين السؤال ع!!" ما مقدار او متى تتساوي مقدار العجلة يعني إمتى العجلة تساوي التغير تعالي نفتكر مع بعض القانون احنا قلنا العجلة تساوي التغير في السرعة على الزمن امتى دي اللي هي العجلة تساوي التغير الاثنين دول هيساوي بعض لو كان الزمن بساوي واحد ثانية او واحد ساعة او وحدة زمن اي وحدة ان كان خلاص يبقى العجلة تساوي التغير لما يبقى الزمن بواحد واحد ثانية او واحد وحدة زمن نبص كده على الايابة يبقى الحل زي ما احنا قلنا العجلة تساوي التغير في السرعة يبقى لما تبقى الزمن بيساوي الوحدة طب بتاع نشوف المسألة دي بقول لي تحركت سيارة من السكون احنا قلنا هنشطب دي منهاش لازمة تحركت سيارة من السكون فوصلت سرعتها الى 72 كيلو متر لكل ساعة خلال عشرين سانية احسب مقدار العجلة التي تتحرك بها السيارة نقرى المسألة بتعني تحركت من السكون قلت خلي بالكو لما يقولي من السكون اول معلومة خدتها انه عين واحد بسفر لانه قال لي تحركت من السكون يعني كانت سرعتها سفر فوصلت يعني اصبحت السرعة 72 دي بقى السرعة النهائية بقت ايه 72 كيلو متر لكل ساعة خلال زمن قد ايه الزمن ده بساوي عشرين سانية احسب العجلة عايزين ايه نحسب العجلة العجلة بكامل اولا احنا كتبنا المعطيات ثانيا ببص بعيني على الوحدات هلية متمثلة ده هنا ساعة وهنا سانية يبقى لازم اخلي اللي احول السرعة الى من كيلو متر لكل ساعة الى متر لكل سانية ها فاكرين نعملها ازاي برافو عشان احول الرقم ده اللي هو مقدار السرعة من كيلو متر لكل ساعة الى متر لكل سانية اضرب ايه في خمسة على 18 يعني اخد ال 72 اولا وعملها في خمسة على 18 بساوي ايه قلنا بساوي لو حسبناها كده على الكيلويتر هتطلع ايه 20 متر لكل سانية دي مين دي اللي هي السرعة التانية كده الدنيا بقت مزبطة الزمن بالسانية والسرعة متر على سانية حلو اول نيجي نعوض في القانون القانون بيقول ايه العجلة تساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الاولى على الزمن طب السرعة النهائية كام ها قلولي نبص السرعة النهائية كام هي كانت 72 كيلو متر لكل ساعة التي اصبحت 20 متر لكل سانية ناقص السرعة الاولى قلنا تحرك من السكون سرعته هنا بقت صفر او اللي هي كانت في الاول تحرك من السكون على العشرين بس تعويض مباشر خلص الدنيا بقت سهلة ده على ده عشرين على عشرين هيساوي واحد متر لكل سنية تربيع لازم اكتب الوحدة بتاعة الشيء اللي طلبوا مني هو طالب مني عجلة اكتب بعد ما خلص وحدة العجلة طيب تعال نشوفها بشكل واضح اكتر كده عملنا عملية التحويل وبعد كده كذبنا القانون وعوضنا عشرين على عشرين طلعت واحد متر لكل سنية تربيع اكتر طيب نيجي بعد كده نشوف السؤال اللي وراه بقول لي سيارة تتحرك بسرعة 40 متر لكل سنية وعند استخدام الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر لكل سنية تربيع هي سرعتها في الاول كام 40 متر السرعة الاولى يعني عين واحد وبعد كده عند استخدام الفرامل تناقصت سرعتها بمعدل هنا انا احطار يا ترى دي سرعة ولا عجلة ابص على ايه ابص على الوحدة ايه اللي 2 متر لكل سنية تربيع ايه دي فورا ايه عجلة وقال لي تناقصت يعني لما اجي اعود عنها في القانون اكتب انه العجلة تساوي ناقص 2 متر لكل ثانية تربيع احسب سرعتها بعد مرور 10 10 ثانية يعني انا عندي الزمن 10 ثواني من لحظة الضغط على الفران يبقى المعلومات اللي عندي عين واحد بأربعين متر لكل ثانية عين اتنين هي اللي عايزها مش موجودة عندي المفروض احسبها بكيان والعجلة اللي تناقصت بسرعة معدل اتنين متر لكل ثانية تربيع قلت عشان ما احترش هل دي سرعة ولا عجلة افكر مع نفسي وحدة العجلة ايه متر لكل ثانية تربيع يبقى دي ايه عجلة طب احطها موجب ولا سالم والله قال تناقصت يبقى احط علامة سالم ماشي واعود تعويض مباشر في القانون بتاعي هنرسم المثلث بتاعنا الجميل ده اللي احنا بنقول ايه انه العجلة تساوي عين اتنين ناقص عين واحد على مين على الزمن انا عايزة عين اتنين بس لو انا عايزة المقدار ده لوحده مفروض اعمل ايه العجلة في الزمن وعايزة اخلص من العين دي العين دي اوديها الناحية التانية بالايه بالموجب يبقى عين اتنين تساوي جين اللي هي العجلة في الزمن بس انا عايزة اخلص من دي هنا جاية يعني ناقص عين اتنين هتيجي الناحية التانية زائد عين واحد يبقى حنعمل ايه هنقول عين اتنين تساوي العجلة مكتوبة عندي كام ناقص اتنين ما ننساش نكتب ناقص لاني قال لي تناقصت الزمن عشرة زائد العجلة السرعة الاولى السرعة الاولى قال لي كام اربعين طبعا احنا شطرين في الرياضة ناقص اتنين في عشرة بناقص عشرين زائد اربعين النتيجة هتطلع ايه عشرين متر لكل سن معايا واضحة ان شاء الله طبعا تعال نشوف حلها بطريقة بشكل اوضح يبقى احنا عشان اخلي عين اتنين انا خدت ده المقدر اللي فوقه حطيته فوق والاتنين دول ايه ضرب بعض انا عايزة ديل وحدها يبقى ودي ده الناحية التانية زي ما انتوا بتاخدوا في الرياضة باشارة مخالفة فعملته ايه زائدين وعودت تقويض مباشر وطلعت لي السرعة طيب برضو دي مسائل على العجلة قطار يتحرك بسرعة 30 متر لكل سنة واحدة واحدة زي ما اتفعنا كل رقم اشوف هو ايه ده مين ده القطار سرعته في الاول كانت 30 متر لكل سنة وعنده استخدام الفرامل اكتسب عجلة منتظمة تناقصية يبقى العجلة بتاعتي قد ايه اتنين متر لكل سنة تربيع دي سرعة ولا عجلة ابص ده الوحدة مكتوبة متر لكل سنة تربيع يبقى دي فورا عجلة احطها مجب ولا سالب قال لي تناقصية يبقى على طول فورا اقول العجلة ماقص اتنين متر لكل سنة تربيع يعني انا لما اجي عاوض في القانون احطها بالسالب احسب الزمن يعني هو عايز مني زين لتوقفه من بدء توقف يعني انا استخدمت فرامل لغاية ما العربية وقفت يعني اخر سرعيتي ايه سرعيتي سفر فقلنا عن توقف يبقى معناها السرعة النهائية ايه بسفر بس يبقى اينا ادياني السرعة والداني الزمن والداني السرعة النهائية والابتدائية والعجلة عايز مني احسب الزمن الزمن ده عايزني عارفه كامل هقول ماشي هو الموضوع كله بيكلم عن ايه عن العجلة يبقى نحط قانون مين قانون العجلة يبقى العجلة تساوي عين اتنين ماقص عين واحد على الزمن طي هو عايز مين عين اتنين عندي عين واحد عندي عايز الزمن يبقى اجيب الزمن ازاي هبدل ده مكان ده هقول انه الزمن يساوي عين اتنين ماقص عين واحد على جين او بطريقة المسلس اللي قلنا عليه كده كده هو ده القانون اللي هيطلع عندي يبقى الزمن يساوي السرعة التانية اللي هي صفر ناقص السرعة الاولى اللي هي تلاتين على مين على العجلة العجلة تحطها ايه قلنا بالسالب يبقى ناقص اتنين يبقى ناقص تلاتين على ناقص اتنين هيطلع خمستاشر خمستاشر ايه سنية وعشان تتاكد انه شغلك صح مفيش زمن سالب كل الازمنه بالموجب خلاص فانت لو حطتش السالب دي هيطلع لك الرقم بالسالب وده غلط يبقى انا لما يقولي تناقصية احط العجلة بالايه بالسالب وحط سالب مع سالب ده حيمشي مع بعض هتبقى تلاتين على عشرين بايه بخمستاشر سنية نشوف كده مع بعض بشكل اوضح اذا قلنا بنجيبها الطريقة دي او الطريقة اللي قلتلكوا عليها الزمن التغير في السرعة على العجلة بس قول معلومات اللي احنا فهمناها ما ننسهاش توقف يبقى ايه سرعته النهاية زيره او عنده ايه للتوقف من بدء استخدام الفرامل يعني ده فرامل ووقفي بس سرعة نهاية بسفر بس ايه تاني وكلمة تناقصية يبقى نعوض عن العجلة بالسالب بس ثلاث خمستاشر سنية زي ما احنا حسبناها طيب بعد كده كده خلصنا الدرس التاني مراجعته الاول والتاني نخش على الدرس التالت الدرس التالت سهل جدا وجميل بيتكلم عن الازاحة والمسافة طيب نفكر بعض الازاحة هي ايه قال للازاحة هي اقصر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة الجهاد طيب واخدنا كمان مصطلح السرعة القياسية والسرعة المتجهة فقلنا كده نفكر بعض كده سريعا كان عندي المسافة والازاحة والسرعة القياسية والسرعة المتجهة قلنا الازاحة هي اقصر خط مستقيم بين نقطتين نقطة البداية والنهاية طيب المسافة هي المصاري الحقيقي ما بين نقطتين ممكن المصار ده يبقى منحني وممكن يبقى مستقيم انما الازاحة شرط اساسة ما خط مستقيم طيب السرعة السرعة القياسية مرتبطة بالمسافة المسافة الكلية على الزمن إنما السرعة المتجهة مرتبطة بالإزاحة هي الإزاحة على الزمن طيب ناخد مصطلح علمي منها نراجع كل المصطلحات اللي خدناها في الدرس ده قلنا طول المسارى الفعلي الذي يسلكها الجسم من نقطة البداية إلى نقطة النهاية كان اسمه إيه؟ لسه حلن أيلين المسافة طيب المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت مسافة ولها اتجاه يبقى إيه؟ إزاحة طيب الكميات الفيزيائية التي يلزم لتعريفها تعريفا كاملا المقدار والاتجاه يا ترى إيه؟ متجهة ولا غير متجهة؟ لا الكميات المتجهة متجهة عشان لها إيه؟ اتجاه زي السرعة المتجهة الكميات الفيزيائية التي يلزم لتعريفها تعريفا كاملا المقدار فقط زي الزمن ده اسمه ايه الكميات القياسية المسافة الكلية المقطوعة في وحدة الزمن مسافة على زمن يبدأ ايه المسافة كلية على زمن ده السرعة القياسية ودي الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن تبقى السرعة المتجهة المعدل الزمني للتغير في المسافة يعني كلمة المعدل الزمني للتغير في المسافة كانوا بقول لي مسافة على زمن والمعدل الزمن للتغير في الإزاحة كأنه بقولي إزاحة على زمن يبقى الفرق بين ده وده أنه دي سرعة قياسية ودي سرعة متجهة نبص كده مع بعض دي سرعة قياسية ودي سرعة متجهة طيب تعال نشوف مسائل من بنك المعرفة على الدرس ده سريعا كده بقولها شكل مقابل يمثل مصار حركة جسمي من النقطة A إلى النقطة D مرورا في النقطتين C وB إلى النقطة سريع من B إلى C في زمن قدره عشر ثواني مطلوب مني أحسب السرعة القياسية والسرعة المتجهة الشكل كده شخص مشي من A إلى D يعني مشي كده هو عدى بالB والC كل ده ما شاف كام في عشر ثواني عايز مني أحسب السرعة القياسية والسرعة المتجهة هقوله ماشي هي السرعة القياسية بتساوي إيه المسافة الكلية على الزمن الكل يبقى لازم شرط علي وأساسي إن أنا أحسب مين؟ أحسب المسافة الكلية هقوله المسافة الكلية لازم في المسائل دي أحسب المسافة الكلية وأحسب جمان الإزاحة وأحسب الزمن الكلية طيب نمشي واحدة واحدة المسافة الكلية الحقيقة اللي هو إيه المساري الحقيقي؟ ستة زائد تمانية زائد ستة دي المسافة الكل إيه؟ ستة زائد تمانية زائد ستة هتساوي إيه؟ هتساوي ناشر وتمانية هتساوي عشرين متر الإزاحة الإزاحة قلنا هي إيه؟ أقصر خط مستقيم بين نقطة البداية والنهاية قدي البداية وقدي النهاية واشد منها خط الخط دي يساوي مين؟ التمانية متر لأنه دا شكل إيه مستطيل طيب الزمن هو قال للزمن كل اللفة دي اللي لفها في عشر سواني في عشر إيه؟ في عشر سنين هاتلي السرعة القياسية وهاتلي السرعة المتجهة هقول له ماشي السرعة القياسية بتساوي إيه؟ المسافة الكلية على الزمن الكل والسرعة القياسية الإزاحة على الزمن الكل ونعود انا اصلا بادي وقاي للمسافة الكلية قديه 20 20 على كام الزمن الكلية 10 هتطلع بايه 2 متر لكل سنة طيب نحسب الازاحة قلنا الازاحة 8 على 10 الزمن الكلية واحد في الحالتين يبقى ايه؟ هتبقى 0.8 متر لكل سنة ان شاء الله تكونوا فهمتوا المسألة دي مسألة من المسائل السهلة ناخد واحدة لفل اعلى شوية دي مسائل من بنك المعرفة هيقول لي تطيرت ورقة شجر بسبب الرياح تحركت الورقة مسافة 5 متر الى الامام ثم تحركت 3 متر الى الخلف ورقة طايرة مشيت كده 5 متر ومشيت كده 3 متر اهي راحت كده للامام ورجعت سنة للخلف 3 متر ما المسافة اللي تقطعتها وما الازاحة لحظة المسافة هي المساري الحقيقي هي مشيت 5 كده لقدام و3 الورا يبقى المسافة هتبقى مين؟ 5 زائد 3 اللي هي بكام؟ ب8 متر عايز الازاحة ايه اللي الازاحة من فين لفين؟ الازاحة الكلية للورقة في اتجاه الامام يعني ده اولنا وده اخرنا الازاحة هي ايه؟ اقصر خط مستقيم بالنقطة البداية والنقطة هنا الهن الحتة دي بكام؟ لما دي كلها 5 نشيل منها 3 هتبقى ايه؟ 2 متر الى الامام يبقى هتبقى خمسة هنشيل منها 3 هتبقى 2 متر الى الامام وبكده خلصنا الحلقة بتاعتنا فان شاء الله تكونوا استفدتوا ورجعنا في الحلقة دي قلنا ايه معنى يعني مسائل ومفاهيم في الوحدة الاولى اللي هي في دروس الوحدة اللي هو الحركة في اتجاه مستقيم والرسم البياني ومسائل العجلة ومسائل الازاحة والمسافة والسرعة القياسية والسرعة المتجهة وبكده خلصنا حلقة النهاردة والقاكم ان شاء الله في حلقة جديدة مع الوحدة الثانية وشكرا لكم اشتركوا في القناة